نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معي من بغداد المستشار دياء الوكيل خبير في الجماعات المتشددة بسا الخير أهلا بك معنا سيد دياء بداية هل من معلومات لديكم حول هذا الموضوع تواجد بصحراء الأنبار عن أي عدد نتحدث حتى لو كان تقريبيا يعني نعلم بالألاف هم موجودون ويقومون بتدريبات ما هي قدرتهم ما هو عددهم مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة التوضيح تمهيدي بالنسبة للصحراء في العراق تشكل 55% من مساحة العراق البالغة 432 ألف كيلومتر مربع 239 ألف كيلومتر مربع هي منطقة الصحراء تبدأ من جنوب نينوى إلى منطقة الجزيرة إلى بادية الأنبار الشمالية والغربية وفي اعتقادي من خلال متابعتي ومراقبتي لمسرح العمليات أن تنظيمات داعش ثلثين عناصر تنظيم داعش من المقاتلين فروا باتجاه الصحراء بعد معركة الموصل هذا تساعدهم في ذلك طوبغرافية الأرض والجغرافية العسكرية المعقدة التي تساعد على حرب العصابات والكمائن والأشباح وفي اعتقادي أن تنظيم داعش وبعد خطاب أبو بكر البغدادي زعيمهم الفار في يوم 28 أيلول الماضي هم حددوا الاستراتيجية المقبلة بأنهم بهيكلة التنظيم وحرب الاستنزاف هيكلة التنظيم أنه توزيعهم إلى مجاميع صغيرة ودعاهم إلى الفرار والنجاة بأنفسهم والاختفاء في منطقة الصحراء التي تحدثنا عنها مساحة واسعة وكبيرة وفيها الكثير من الوديان بعض الوديان يصل طولها إلى 400 كم مثل وادي حوران ووادي القذف ومنطقة مكر الديب إضافة إلى ذلك أن منطقة الصحراء تحادث ست محافظات عراقية هي نينوى وصلاح الدين وبغداد والحلة وكربلاء والنجف وأيضا تحادث ثلاث دول عربية هي سوريا والأردن والسعودية الموضوع الذي فيه تحدي كبير الحقيقة هو الحدود مع سوريا الحدود مع سوريا تمتد إلى 600 وخمسة كيلومتر عبر الحدود الموضوع ملتبس جدا والأوراق مختلطة وتثير الكثير من علامات الاستفام هناك صفقات بنقل تنظيمات داعش هناك عمليات لا يتحدث عن القضاء عليهم إنما يتحدثون عن طرد تنظيم داعش من المنطقة الفلانية إلى أين يذهبون أنا أعتقد أنهم عادوا إلى حيث انطلقوا في البداية عادوا إلى منطقة الصحراء وهذه استراتيجيتهم دعاهم زعيمهم إلى العودة إلى الصحراء والعودة إلى حرب العصابات الآن هم أخطر من الماضي لأنه عادوا إذا تسمحي لي طبعا نفس النقطة نفس النقطة لأي درجة هو تقول أخطر لماذا ما القدرات لديه أم أنه فقط ليستنزف القوات بهذه الصحراء لا هو عندما يعرف عندما يكون معلوم يعني تموضع الجغرافي نحن في المبدأ العسكري نقول عدو معرف عدو نصف مهزوم الآن العدو غير معرف الآن فر باتجاه الصحراء ويعتمد حرب الأشباح ويعني الإرهاب الجوال وحرب الكماء القوات المسلحة لا تستطيع الانتشار في منطقة الصحراء تستطيع في هذه الحرب أن تمسك بالعقد الحيوية والاستراتيجية التي تتحكم في منطقة الصحراء وتحتاج إلى قوات خاصة معززة بطائرات سمتية حتى تستطيع مطاردة يعني رصد ومطاردة هؤلاء في عمق الصحراء إضافة إلى ذلك أنه يجب قبل أي خطوة أنه يجب مسك الحدود وهذا تحدي كبير وهذه إجراءات تحتاج إلى زمن وإلى وقت نعم بس بدي تتابع نقطك لكانت مهمة جدا إذا تريد أن تضيف فيما يتعلق بأنه هي وجودة هناك أخطر حتى من قبل يعني تنظيم داعش لا زال يلقي بظلاله القاتمة على بيئة المناطق المحررة المناطق المحررة لا زالت البيئة فيها هشة وقلقة ومحتقنة وغير مستقرة وهذه البيئة تخاف من عودة تنظيم داعش ولذلك لا تنتج البيئة القلقة لا تنتج تعاون مع الأجهزة الأمنية لا تقدم المعلومات الاستخباراتية للأجهزة الأمنية هذا الوضع يضيف تحدي جديد إلى الأجهزة الأمنية يعني للسيطرة على الصحراء ومواجهة تنظيمات داعش فلذلك لإدامة الزخم المنجز العسكري المتحقق في الميدان يجب مواصلة العمليات العسكرية بالتمشيط والمطاردة والرصد حتى لا يسمحوا لهؤلاء بإعادة تنظيم أنفسهم من جديد وحتى لا يطل علينا تنظيم داعش برأسه أو أشباه تنظيم داعش برأسه عبر بوابات ونوافذ أو منافذ جديدة أنا أشكرك جزيلا على المشاركة معنا عبر الأقمار صناعيا بغداد مستشار دياء الوكيل الخبير في الجماعة المتشددة ترجمة نانسي قنقر